بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات ستوديو الأبطال النهاردة نيلة لحضراتكم على الهواء مباشرة المباراة الأولى في سلسلة مباراة كأس مصر أو نهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات والله يقام ما بين الأهلي والزمالك المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة على صالة الشباب ورياضة بمدينة السادس من أكتوبر وعلى ما يبدو كالعادة المباراة تتأخر بعض الدقائق لأن المباراة اللي قابلينا ودي دجلة والصيد على المركز الثالث والرابع تأخرت قليلا فأكيد ده اللي هيعمل تأخير للمباراة التي تليها وهي مباراة الأهلي والزمالك المباراة مهمة طبعا تعرفين أن النادي الأهلي حامل لقب الدوري فاز بالدوري من حوالي عشر أيام في يمكن آخر خمس ست أيام من رمضان لقب ببطل الدوري وإن شاء الله تكون الثنائية من نصبنا مباراة النهاردة وبكرة هم المبارايتين الأساسيتين لو حصل تعادل ما بين الأهلي والزمالك في المباراة الأولى والثانية نروح على مباراة فيسر يكون يوم الخميس بإذن الله إن شاء الله يحسمها فريقنا والمدير الفني الكابتن حمد الصافي باللعبات يحسمنا البطولة في مباراة النهاردة أو لقاء النهاردة وبكرة إن شاء الله بس الحقيقة قبل ما أروح لسود التحليل عشان نتناول المباراة فنيا وتحليلا مع ديوف القراب كابتن كريم الجمعة كابتن إنجي الشامي عايز أستعرض بحضراتكم بعد الأرقام وزي ما بيقوله دايما الأرقام لا تكذب أبدا السنادي النادي الأهلي خاد الكثير من البطولات في ألعاب الصلاة إلى يومنا هذا نحن نتكلم عن البطولات اللي النهاردة لسه في بطولات قادمة ككأس السوبر لأفريقيا كرة اليد وأيضا بطولة الكؤوس الأفريقية ولسه بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات لسه هناك بطولة السوبر لكرة السلة لسه البال بسكتبول أفريقيا الليج النهائيات فرواندر كرة السلة يعني لسه خمس ست مبالات بطولات أغلبهم بطولات قرية إذن حتى الآن النادي الأهلي خادل كثير من البطولات هتكلم عن الرجال والسيدات في ثلاث ألعاب في ثلاث ألعاب طبعا ألعاب الأخرى النادي الأهلي حق فيه أرقام كبيرة جدا وقد يكون يعني مش عايز أقول يعني اكتساح ما بحبش أقول كده ولكن تفوق كبير جدا للنادي الأهلي في الفوس بالبطولات بالنسبة لألعاب الأخرى من تنس الطاولة للسباحة للجنباز حدس ولا حرج في ألعاب الأخرى الووتر بول وكل هذه الألعاب النادي الأهلي الحقيقة يعني فارق فيها يعني بسنين ضوئية كثيرة في هذه الألعاب أنا هتكلم عن الثلاث ألعاب الجماعية اللي دايما بيقولهم ألعاب الصلاة النادي الأهلي خادل كثير من البطولات هذا ألعاب هنقول عن البطولات اللي كان فيها الأهلي والزمالك طرفان أنا طبعا مقدر أن الجماهير أو يعني فيه الكثير من الجماهير وإحنا منهم زعلنين عشان نتاج القرى الطائرة سواء في بطولة الدورية وبطولة الكأس وطبعا ده وضع طبيعي الجمهور النادي الأهلي اللي فعلا متحمس ومتشاوك دائما أبدا البطولات ودائما غيور على فرقته ويتمنى دائما فرقته في المركز الأول الثاني لا يعرفه جمهور النادي الأهلي احنا متفاهمين ده ومقدرين ده وإحنا كمان زعلنين أكيد بس اللي أنا متأكد منه أن النادي الأهلي زي ما كان عندنا قبل كده أزمة في كرة السلة بشهادة الجميع النهاردة فريق كرة السلة فريق يشرف أي مكان زي ما كان عندنا أزمة وبناء للفريق مش بنقول أزمة يبقى فيه مرحلة بناء كان عندنا فيه بناء لفريق كرة اليد وابتدى المشوار من أيام كابتن طريق محروس مرورا بالمدربين الكرام كلهم اللي مروا على الفريق النادي الأهلي بنى فريقته النهاردة احنا النادي الأهلي يعني بدوري وكأس محلي ورايح على السوبر إن شاء الله يكون نصبنا ويكون كمان كأس الكؤوس يعني بقى فيه فريق يشرف كمان وفريق جمهورنا دي ألي سعيد بي كرة الطائرة أنا متأكد منه أن النادي الأهلي هيشتغل على كل نقاط الضعف والتطوير والدعم لهذا الفريق عشان يرجع يستعيد البطولات تاني فاللي عايز أقول لحضراتكم إن أنا ده اللي متأكد منه وده يمكن دايماً اللي بيخليني أصبر على أي حاجة ممكن تخليني يعني أداي أو أحسي بالغيرة عندي هناك مجلس إدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب لا يتوانى أبداً في دعم الألعاب الأخرى ككل في القدم بالزبط بالزبط ما فيش فرق يعني العصر اللي احنا عايشينه ده أنا عايز أقول لكم ميزانية نعرف أرقام ولكن لسنا يعني في صدد أن احنا نقول عليها ولكن ميزانية النشاط الرياضي أو الألعاب الأخرى في النادي الأهلي ميزانية هي الأكبر في التاريخ فإذا نحنا بنتكلم هنا عن مجلس إدارة بيدعم بيدعم الألعاب الأخرى بشكل كبير فلازم الناس تبقى متأكدة وموقنة وعندها ثقة إن فريق كرة طائرة لن يترك كده لن يترك كده وإن شاء الله هيعود تاني لمنصات التتويج ويوم ما بيرجع النادي الأهلي لمنصات التتويج احنا بنتكلم في سنين طويلة بيكون النادي الأهلي فيها متصدر طيب هنرجع للبطولات هذا الموسم وده الأساس عندنا النهاردة في الإنترو هنتكلم عن بطولات النادي الأهلي في هذا الموسم بس نطلع بالإنفجراف وهقول لحضراتكم الأرقام واحدة واحدة وحصلتها إيه السنة دي هنمتدي بكرة اليد الرجال كرة اليد الرجال بطل الدوري وبطل الكأس طيب يعني هقدم لحضراتكم الإنفجراف اتفرجوا عليه الأول وبعد كده هارجع وعلق عليه اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد ده كان الإنفجراف اللي بيعرض بطولات السنة دي هقول مجمل البطولات وبعد كده هفسرها لحضراتكم بطولة طولة ونتذكرها ونتذكر اللحظات الحلوة اللي عشناها مع عبطال الأهلي 14 بطولة النادي الأهلي في الألعاب الجماعية سلة وطيرة ويد رجال وسيدات 14 بطولة النادي المنافس طبعا اللي هو الدربي اللي دايما بيكون منافس في أغرب الألعاب اللي هو نادي الزمالك 3 بطولات فقط 14 3 احنا بنقول الكلام ده بنقول الكلام ده عشان نادي الأهلي أو جمهور نادي الأهلي ليه طبيعة خاصة يمكن يعني دايما غيور عن نادي دايما عايز النادي رقم واحد واحنا كمان كده ولكن لازم كل فترة نقدم كشف حساب عشان نرى احنا ماشيين ازاي طب خلينا استعرض تاني بحضراتكم الانفو جراف اللي حضراتكم شايفتوه شوفتوه كرة اليد الرجال الاهلي بطل دوري المحترفين الاهلي بطل كأس مصر الزبالك بطل السوبر ده اللي حصل السنة دي تاني نراجعها مع بعض كده الاهلي بطل دوري المحترفين وبطل الكأس والزمالك كان بطل السوبر لو تفتكروا كان في بداية الموسم واحنا بنجيب الارقام بكل امانة كرة اليد سيدات الاهلي بطل الدوري الاهلي بطل الكأس سيدات خلينا اقول لحضراتكم عفوا عند الفرقة دي فريق السيدات كان عنده أزمة السنة اللي فات كان فيه جيل بيغير وكان فيه بنقل الفريق السنة دي بيعود تاني بنفس الفرق اللي كان بتنفسه بيرجع تاني على منصات التتويق خلينا بس نفتكر اللحظات والبطولات مع بعض كرة السلة رجال دوري المرتبط والأهل بطل كأس مصر المرتبط لو تفتكر حضركم برضو كان احنا فزنا فيه مع نادي الاتحاد كان المنافس نادي الاتحاد وفزنا في مجمل الفاينال 3-1 نفس الكلام بالنسبة لكأس مصر كان الفوز على نادي الزمالك في المباراة النهائية كرة السلة سيدات أربع بطولات هذا الموسم الأهل بطل منطقة القاهرة الأهل بطل السوبر الأهل بطل المرتبط الأهل بطل كأس مصر ويتبقى السوبر المصري كرة السلة سيدات اللي هننقلوا لحضراتكم أيضا على شاشة قناة النادي الأهل الكرة الطائرة رجال اللي احنا زعلانين والنحنا أكيد حاجة مزعلانة جدا نحن سنتين نخسر الدوري والكأس خلينا أقول لكم بطولاتهم الزمالك بطل الدوري الزمالك بطل الكأس الأهل بطل البطولة العربية واللي كان مفروض هيشارك فيها نادي الزمالك ولكن انسحب والأهل بطل السوبر المصري من نادي الزمالك إذن بطلتين لبطلتين ويتبقى بطولة أفريقيا إن شاء الله اللي بيشارك فيها نادي الأهل بعد أسبوعين من دلوقتي تقريبا فريق كرة طائرة سيدات الأهل بطل الدوري والأهل بطل كأس السوبر المصري والنهار دا احنا إن شاء الله المبرأة الأولى في كأس مصر لنرى لحضراتكم على الهواء مباشرة إذن الاستعرضنا مع حضراتكم الأهل 14 بطولة الزمالك 3 بطولات فقط طيب هروح لفرع كرة الكرة طائرة رجال فقط عشان برضو يعني نبقى أمنة في عرض الأرقام للسادة المشاهدين هنتكلم عن الكرة الطائرة فقط الكرة الطائرة رجال بأرقامها بطولات الأهل في الكرة الطائرة على مدار التاريخ 84 بطولة أما بطولات نادي الزمالك على مدار التاريخ 45 بطولة تقريبا النصف طيب هنفصصهم مع حضراتكم أو هنفصلهم مع حضراتكم بطولات بطولات الدوري المصري 33 مرة النادي الأهلي حمل اللقب نادي الزمالك بالبطولتين السنادية واللي فاتت هو 28 لقب هنخش على كأس مصر كأس مصر النادي الأهلي 21 لقب نادي الزمالك 8 ألقاب فقط بطولة أفريقيا اللي عنديها عبطال الدوري النادي الأهلي هو الأكثر حصولا عليها في القرى جميع مش بس في مصر لا في القرى هو أكثر الفرع حصولا على بطولة أفريقيا ب15 لقب نادي الزمالك ب5 ألقاب طيب هنروح بعد كده على بطولة أفريقيا للأنديها أبطال الكؤوس دي أقيمت فترة من الفترات النادي الأهلي خدها 6 مرات نادي الزمالك فاز بيها مرة واحدة البطولة العربية 8 مرات فاز بيها النادي الأهلي مقابل مرتين لنادي الزمالك كأس السوبر المصري مرة النادي الأهلي لسه نادي ومرة النادي الزمالك قبل كده في التاريخ إذن دي أرقام الكرة الطائرة فرع الكرة الطائرة اللي احنا أكيد كنا متضايقين وزعلانين على الخسارة ولكن لازم ما ننساش التاريخ لازم دايما لما تتكلم عن النادي الأهلي تتكلم بفخر ولازم تكون عندك دائما فخر بالنادي الأهلي وفخر بنتيجه وتاريخه وفخر بالحاضر وفخر بالمستقبل اللي جاي إن شاء الله النادي الأهلي هو مؤسسة كبيرة صنعة التاريخ في كل الألعاب مش بس في الكرة القدم الكرة القدم هو نادي القرن مش بحديدي نتكلم ولكن هنتكلم في الألعاب الأخرى لا النادي الأهلي صنع تاريخ وإن شاء الله هيصنع مستقبل فإذن ونبقى غيرين على النادي ولكن لا ننسى الانجازات اللي بتحصل ولا ننسى ان فيه النهاردة 14 لقب دخلوا بطلات النادي الاهلي السنادي مقابل 3 ألقاب من المنافس دي كانت الحقيقة الأرقام اللي كنا محتاجين نستعرضها مع حضراتكم قبل الانتر عشان النهاردة بإذن الله وبكرة تيجي بطولة زيادة معهم ان شاء الله يبقى 15 لقب بإذن الرحمن وكلنا ثقة في كابت الحمد الصافي واللعبين حاجة تانية عايزة أقولها قبل مطلع للفصل عشان سابل ضيوفي دايما النادي الاهلي بيقدر أساطيره دايما عبدالله عبدالسلام أحمد صلاح كل نجوم الكرة الطائرة مقدرين ويفضلوا دايما علامة مضيئة جوه النادي الاهلي مهما حصل ومهما تقال أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام كل الدعم ليهم وكل الحب وعمرنا ما هننسى هو وجيله ومبرح كان معايا كابتال عبدالطيف عثمان وكان معايا كابتال محمود رقوف هما الجيل دا كله كله بكل اللي عمل وحتى اللي مجودين مع الفرقة واللي طلعوا إعارات واللي رجعوا كل دول مقدرين عندنا وما بنساهمش عمرنا ما بننسى أولاد النادي ولو في كابوة صدقوني ثقوا تماما وده بالفعل وبالدليل لمجلس الإدارة الحالي اللي موجود ودارة النشاط الرياضي النهار ده اللي موجودها الكف كابتال خادر العوضي وكان قابليه كمان كابتال رقوف عبدالقادر بيشتغلوا على ده احنا من زي أندية تانية بنسرح فرق لا احنا بنقب جنب الفريق لغاية ما يستعيد تاني بطلاطه هو ده النادي الأهل ده النادي الأهل